موسيقى بتعرفوا المسيح لما كان يصلي لاحظ حتى الكتاب بقول كان يصحف الصباح الباكر وبعدين قوي بصلي في الليل كل الليل طب ليه يا رب قال لان وقت الناس خلال النهار مهم جدا عاوز يستثمر كل دقيقة من الناس يعني بيضحف وقته هو وبيضحف تعب وفراحته من اجل الاخرين ياريت احنا كخدام نتعلم هذه الامثلة ياريت فعلا يكون عنا هذا النوع من التضحية يعني مرات ما منردش على الناس منفكر حالنا ان احنا اكبر من الناس عشان واحد يتصل فينا كأنه بيربح معركة العالمين او حر الاندلس اليوم احبائي مش عارف شو المشكلة مش عارف شو القصة في هاي المواضيع المسيح كان يصلي بالليل كان يصلي الصبح عشان النهار يخدم الناس ما يضوع اي فرصة وكل فرصة وكل وقت هو هدية وعطية من عند الرب له كل المجد ما كان يخد وقت الناس ضحى بوقته ثم احبائي بعد كل سماع هذا المسيح هو المثال الرائع اللي يحتذى به في المحبة بالامانة بالاخلاص بالتسامح بالتفاني بالامانة بيعني محبته للنفس البشرية هذي كفيلة وحديها تخليك تتعلق بيسوع وتحب يسوع المسيح اشتركوا في القناة